من جانبها سلطت شبكة CNN الأمريكية ضوءة على الجهود المصرية لاستقبال الجرح والمرضى من قطاع غزة بعد فتح معبر رفح اليوم وكشفت شبكة CNN عن وجود عشر سيارات إسعاف مصرية تنتظر داخل غزة لنقل المرضى الفلسطينيين المصابين وأن هناك ثمانين سيارة إسعاف وصلت إلى الجانب المصري من المعبر وأضافت الشبكة الأمريكية أنه تم فتح معبر رفح جزئيا للسماح بدخول بعض إمدادات المساعدات إلى غزة لكن زعماء الدوليين حذروا من أن المستويات الحالية من المساعدات غير قادرة على تلبية احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع